هناك حقائق ووقاع أبرزتها هذه الحرب كما قلت أكثر من أي وقت مضى كأنها عادت الصراع إلى بداية وإلى أسبابه وإلى مقدمات يعني أطنان من القنابل ألقيت على قطاع الحبيب أيضا هناك شعب يقاتل وشعب صند وهذه الإرادة قوية حقيقة هي التي منعت العدو لعدم تحقيق أهداف وحتى اللحظة في نفس الوقت هناك عناصر أيضا كان يطرحها بالبدايات يعني أنه يريد أن يصحب المقاومة وهذا ما فشل فيه هو لا يستطيع الخروج من الحرب باتفاق مع المقاومة هذا يساوي بالنسبة لهذه الحكومة الإسرائيلية وخاصة نتنياهو عبارة عن انتحار سياسي فلذلك هو يسعى أن يقطع الوقت ويشتري الوقت ويخلق مفاوضات إلى أهداف غير وقت لقمار إلى أهداف كثير غير وقت لقمار إلى أهداف أنه أولا ينطساص للردود الفعل العالمية الردود الفعل داخل كيان الصهيوني نفسه الانتخابات الأمريكية ومحاولة تلافي أيضا الضغوطة يعني داخلها حول هذا الموضوع وأن هناك وعدا بأن هناك مفاوضات وقد تودي له يسعى إلى اعتبار أنه وجوده في معبر رفح ويعني محور في الليفية أنه شكل من أشكال الانتصار أنه وضع غزة يعني تحت قبضته وطبعا واضح تماما أن كلما يعني يأتي إلى إبرام أو أي اتفاق والمقاومة على الأقل تقدم لأنها تريد وقت في هذا العدوان نرى بأنه الأساس بهذا الموضوع هو دائما البحث عن نقطة لصناعة مثل هذا الإخلاف للقول بأنه لم يجبر على وقلاق النار وأن زمام المبادرة ما زالت في يده يعني هذه أسباب عديدة يعني أيضا التي تمنعه من الوصول إلى هذه النقطة فبالتالي هو الآن أصبح أمام متلازمة سبعة أكتوبر هذه المتلازمة العقدي التي يعني تشكلت للعقيدة الصهيونية يعني بشكل كامل فبالتالي أن يجد مقاومة يعني اكتسبت خبرات لديها أشكال من الابتكار من شاهد حجم هذا الابتكار القوي الذي صدم هذا الكيان في قطاع غزي خاصة يعني أنه أخذت أشكال عديدة ومنها أشكال يعني القدرة على الحرب الاستنزاف على حرب الأنصار على حرب المدن على حرب المواجهة وجها لوجه من خلال عقد قتالي في أكثر من مكان وأوقعت خسائر ما زالت إلى الآن توقع خسائر وبالأمس يعني حتى أطلقت صواريخ على عسقلات المطلوب من السلطة الفلسطينية أن تفعل كثير وليس منذ الآن صراحة يا متأخرة كثيرا يعني أولا كان يجب أن تفعل كثير عندما جرى هذا الأدوان على قطاع غزي وبدأت حرب الإبادة كان يجب أن تأخذ الكثير من القرارات اللي لها طابع والمرسيم اللي لها طابع باستعادة وحدة المشهد الفلسطيني وتحقيق على الأقل متائج الحوارات ووضع مرسيم تنفيذية لها وإذا كان لم لا أريد أن أذكر التي جرت في موسكو أو التي جرت في الجزائر أقول التي جرت في بكين يعني في المرحلة الأخيرة هناك يعني طلب بحقد الإطار القياد المؤقت والأمناء العامين وبدأ تشكيل حكومة توفاق وطني بمرجعية وطنية لكي تمنع ما يخطط له العدو سياسيا هذه المقاومة تحتاج إلى جبهة سياسية أيضا تسندها وجبهة سياسية فلسطينية أولا كما أطالب من الآخرين يعني أن يشكلوا سندا وجبهة لكل المستويات لهذه المقاومة وبالتالي إعادة الوحدة الآن هذه مسألة نحن نعتبرها قضية مصيرية لأن هذه المعركة أيضا بالنسبة لنا مصيرية ماذا يبقى لنا؟ يعني إذا كان العدو أراد تنفيذ برنامجه ومشاريعه التي يحول فيها المدن في الضفة الغربية إلى عبارة عن بلديات تتبع للإحتلال وأنه هو مسؤول عن هذا الأمن وشعبنا مهدد في وجوده سواء في الضفة أو في غزة كما وجدنا الآن فلذلك نحن أمام تحدي كبير باستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية بتشكيل قيادة وطنية موحدة بتشكيل جبهة مقاومة على أرض فلسطيني يعني توحد هذا العمل مقاوم بأن ينخرط الجميع بصراحة كل من يحمل السلاح ضد هذا العدو هذا العدو لا يمكن أن يفهم إلا هذه اللغة وبالتالي هذا مطلوب من كل الفصائل ليس من فصيل وحده لأنه هذا الاعتداء هو على الشعب الفلسطيني أولا وأخيرا على حقوقه على مستقبله على أرضه على كل الكيانية الفلسطينية على أرض فلسطين قد ترحها بالمرة الأولى أكثر من اعتراض واحد من الاعتراضات هي محور نتساريم ومنها أيضا محور فلدليفيا ومنها معبر رفح طبعا مقصوب نتساريم اللي هو الذي يقسم القطاع إلى قسمين يعني شمال وجنوب ومن ثمه كان يطرح آلية أخرى بأن عودة النازحين إلى الشمال سوف تكون برقابة يعني من الجيش الإسرائيلي فلذلك كان يريد لموقع نتساريم أن يكون قائم موجود هذا طبعا ما رفضته المقاومة ربدا قاطعا لأنه كل هذه اعتراضات الإسرائيلية هي ليست من القوانين التي وضعتها المقاومة لوضع والموافق على أي اتفاق النقطة الأخرى هي فلدليفيا التي تريد أن تعزل قطاع عن مصر بشكل واضح واستكمالا مع بعض الرفح الذي تريد أن تكون مراقبة عليه بشكل أو بآخر مراقبة دولية أوروبية غيرها كما كان في الـ 2005 يعني لا تريد حماس على المعبر اقتصار وكما لا تريد حماس في مستقبل غزة بالمعنى السياسي هذه هي شروط إسرائيل على هذا الموضوع لذلك لا يصل الاتفاق إلى حدث من المستحيل أن تقبل بأي حل لا يطلق صراح الأسرع لا يتم وقف العدوان ومن ثم لا يتم انسحاب العدو الصيوني عن كل الأرض في غزة طالما هناك يعني جندي إسرائيل على أرض غزة ستبقى المقاومة قائمة وموجودة وبالتالي هذا لا يعني وقفا لإطلاق النار